نهاردة تنطلق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة وسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقبية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء وكمان هيتم طرح النقاش حوالين المحاور التلاتة للحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي انطلاق الجلسات النقاشية للحوار دين نسميها بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني اللي حيكون شعارها مساحات مشتركة للتوصل لتوصيات بتحقق التوافق بين فئات المجتمع خصوصا ان الحوار بيضم ممثلين لكل الاطراف والقوى والطيارات السياسية المختلفة معنا منورنا ومشرفنا في الستوديو النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نتعرف منه على تفاصيل اكتر عن الحوار الوطني وايه اللي مستني المصريين من الحوار الوطني منورنا ومشرفنا اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا فاند منورنا في صباح الخير يا مصري يعني خلينا اتكلم كده في البداية خالص عن ايه اللي يستنى المواطنين او المصريين من الحوار الوطني طبعا المصريين يعني هيستنوا بقى النتائج علشان يشوفوا يمكن احنا كنا بنتكلم وبنقول ان المواطن اللي في الشارع يعني هو بينظر للحوار الوطني وبعدين يعني هيعود علي بايه يعني حينفعني بايه ويمكن احنا بنقول ان قيمة الحوار في حد ذاته ده طبعا منفعة كبيرة جدا لان خلال الفترة اللي فاتت ما كانش فيه حدث زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي يمكن القوى المختلفة سواء حتى على مستوى الثلاث محاور سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي ما حصلش ان كان فيه هزي التجميع بهذا الشكل الفاعل اللي طبعا مجلس امناء الحوار الوطني بقاله فترة طويلة جدا بيجاهز ليه جلسات الحوار الوطني فبالتالي المنفعة الاولى هي مسألة الحوار ان الجميع هيعود الفترة دي علشان يتوافق ازاي هيكون شكل الدولة المصرية في المرحلة القادمة على كل المستويات كل الطيارات بمختلف الايدولوجيات والاتجاهات الخبراء الاقتصاديين حتى كمان على المستوى الاجتماعي والسياسي المستوى الثقافي والرياضي ازاي نرجع نعيد تاني بناء الهوية المصرية ازاي نتكلم مع الشباب ازاي نحن نشوف التحديات الاقتصادية اللي بتواجهنا كمان على المستوى السياسي الحقوق والحريات المحليات الأحزاب السياسية يعني هو في الحقيقة ان الحوار وده شيء احنا بنسمى طبعا مجهود مجلس امناء الحوار الوطني انه قدر خلال الفترة اللي فاتت دين يحط محاور تجمع كل القضايا اللي ممكن تهم الشارع فبالتالي المواطن النهاردة حينتظر الجلسات حينتظر لان القضايا جاية من الشارع الفئات المختلفة الممثلة موجودة في الحوار الوطني هي جزء من مسيج المجتمع والاطراف الموجودة كل الاطياف والاتجاهات بالضبط جدا وفي نفس الوقت برضو وفي نفس الوقت احنا عندنا رسائل ايجابية جاية من رئيس الجمهورية ومن المؤسسات الوطنية انه كل توصيات الحوار الوطني حيصع وجاهدين مع الحكومة طبعا انه هم يحاول ينفذوها وتطبق على ارض الواقع فبالتالي احنا عندنا هنا مصداقية طب انا عايز اقطع حضرك معلش عوزرة احنا هنا كده بنأكد على فكرة ان الحوار الوطني ده جهة نقاش مش جهة تنفيذ ما عندهاش قلية انها تقول احنا اتفقنا على حاجات يلا دلوقتي حالا احنا حنقول ان احنا هننفذها لا هي مش جهة تنفيذ هي مش جهة تنفيذ بس في حاجة مهمة برضو زي مقلت لحضرك احنا عندنا المؤسسات سواء كانت السلطة او كانت الحكومة او كان كمان المجالس النيابية الثلاث مؤسسات دول جهزين بشكل كبير جدا ان التوصيات اللي هتطلع من الحوار الوطني لو احتاجنا تعديل تشريعي احتاجنا قانون احتاجنا ان احنا نستحدث الحكومة تندر فيها احنا طبعا كبرلمان هنساعد فيها طبعا بشكل احنا بيطلع التشريع من البرلمان بالتكامل والتعاون مع الحكومة طبعا ورئيس الجمهورية السلطة الاعلى في البلاد فبالتالي احنا امام حوار متكامل امام منظومة متكاملة متوافقة سواء كانت على مستوى كمان اللي حيشاركه في الحوار وخينا برضو ان احنا نسمن كل واحد حييجي يحضر وكل واحد طلب ان هو يحضر وكل شخصية وكل طيار او كل اتجاه او كل حزب او مؤسسة في مصر او خارج مصر شافت ان هو من المهم ان يشارك في الحوار ده ده موقفها بيسمن شيء فعل برضو حاجة مهمة جدا المواطن لازم بعرفها انه احنا رب بيجي نتكلم على ان الجلسات زي النهاردة مثلا مزاعة الهوى فيه شخصية هتتكلم النهاردة فيه طيارات هتتكلم النهاردة مهم جدا ان المواطن كمان يشوف ازاي الناس دي بتتكلم مع بعضها ازاي لغة الحوار ازاي الاطرحات هل احنا بنتكلم هل انا فهمته ان الموضوع مش قائم على المناظرات او على الاقناع لا لا خالص توافق توافق وهي دي برضو قيمة الحوار ودي من اهم المكاسب بص يا فانم احنا عندنا قيمة اساسية ان كل اللي احنا بنتكلم عنهم دول ما كانش فيه آلية بتجمعهم ان هم يعودوا يتكلموا مع بعضهم ويتوافقوا لصالح البلد كان كل طيار او جهة او مؤسسة كانت بتشوف من وجهة نظرها ازاي ان هي تتعامل مع قضايا المواطن وقضايا المجتمع لما ده كله بيقعد مع بعضه ويبقى على ترابيزة واحدة وبنسمع الاراء سواء متوافقة او مختلفة بمساحات طبعا نقاش مفتوحة ما فيش حدود ما فيش اي التزام او الزام على اللي موجودين جوه الحوار غير انه هو هيقول رأيه هيبقى عنده ادواته هيبقى عنده اطرحاته قلية تنفيذ هذه الافكار ننقل ده بقى على ارض الواقع سواء من خلال المؤسسات الوطنية او من خلال كمان الحكومة او البرلمان عشان يبقى يتطبع على ارض المواطن يحس بيه وده مهم جدا بالمناسبة المواطن في الاخر يقول طب انا عائد علي بايه الحوار هتتكلمه بعدين ويمكن خلال برحك في حاجة مهمة برد في خلال 48 ساعة اللي فاتوا دول لما بدأ الاعلام يتكلم بشكل مكسف عن الحوار الوطني بدأ المواطن في الشارع يقول طب نشوف بقى الناس دي بتتكلم ازاي هتعملوا ايه في غلاء الاسعار هتعملوا ايه في غلاء المعيشة هتعملوا ايه في المرتبات هتعملوا ايه في القضايا المتعلقة بحياة المواطن الحوار الوطني في الاخر الحوار ده الكلام ده لازم يطلع بنتائج المواطن يحس بها طيب من ضمن القضايا فكرة تقسيم المحاور بحيث ان الامور تبقى كل حاجة واغدة حقها في النقاش وكل حاجة تكون ماشية حسب اهتمامات الشارع المصري ازاي مش حالي قد نقول ان في قضية قد تكون اهمة من التانية لانها مدام بتهم جزء من المجتمع بتهم الجميع بشكل او باخر لكن نقدر نقول ان التعامل مع الاسبة الاقتصادية التعامل مع الدخل ازاي نقدر ننتج بحيث ان احنا نقدر نطلع على ناتج قومي فالوضع يبقى افضل اعتقد ده ممكن يكون بيمثل نسبة والنسبة كبيرة كمان اه طبعا احنا التلات محاور اللي بنتكلم عنه المحاور السياسي موجود من ضمن نقاشات ومثلا المحليات ومشاكلها الاحزاب السياسية مباشرة الحقوق السياسية النقابات فبالتالي انت بتغطي بشكل كبير جدا في المحاور دي كل القطاعات المتعلقة به الشأن السياسي ويمكن برضو نتيجة الحوار خلال الفترة اللي فاتت دي لما سيد رئيس الجمهورية رحب بمسألة الاشراف الكامل القضائي على الاستحقات الانتخابية القادمة بيديلك الانطباع العام انه التوصيات او الافكار احنا قلنا انه احنا مش جهة تنفيذ كحوار وطني لكن في نهاية التوصيات طالما قابلة للتطبيق المانع فكان فيه تحرك من رئيس الجمهورية والحكومة ان احنا ازاي نشوف نطبق الاشراف القضائي الكامل البرلمان برضو هيتصدى لهذه المسألة عشان يشوف لو محتاجين لأي تعديلات مفيش مانع عندنا المحور مثلا الاجتماعي فيه قضايا مهمة جدا الهوية المصرية وكفية استعادتها وبناءها مرة اخرى الشباب القضايا المتعلقة به الاسرة دي طبعا كلها امور في المنتهى الاهمية عندنا في المحور الاقتصادي عندنا طبعا الاستثمار سواء الداخلي او الخارجي الاستثمارات الاجنبية او الوطنية عندنا الازمة الاقتصادية عندنا الموازنة عندنا خطة الحكومة لمواجهة الاسعار يعني عندنا محاور مهمة جدا تغطي يعني كل احتياجات المواطن وملفاته المهمة جدا اللي كنا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت دي وكان فيها مشاكل كتيرة جدا دي القيمة بقى عندنا حوال 113 موضوع جم برضو من خلال التوصيات او مقترحات المواطنين او الطيرات او الخبراء فبالتالي احنا بنتكلم على حوار شامل يجمع الجميع تحت مظلة ازاي ان احنا ندفع بعجلة الانتاج ازاي ان احنا نقدر نحقق للمواطن الحياة الكريمة اللي بقيت منهك حياة بيدور عليها دلوقتي في كل المشروعات اللي احنا بتشوفها على الارض الواقع طيب احنا يعني شايفين انه في مشاركة كبيرة جدا من كل القوة السياسية والحزبية شايف ده ازاي مشاركة اهمية مشاركة القوة السياسية والحزبية ده يعني النقطة الاسية وازاي هما يبقى عندهم المعلومة كمان يعني وهما بيشاركوا زي ما حضرتك قلت احنا مش جايين نناظر احنا مش جايين النهاردة نقول وجهة نظرنا اي احنا جايين نتناقش ومن تم نتفاهم عشان نطلع بتوصيات فشايف ازاي المشاركة دي طيب هو ده طبعا موضوع في منتهى الاهمية لانه في النهاية المحور السياسي بينعكس على كل المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها سواء الاجتماعية او كمان الاقتصادية لا املاءات لا استقواءات في النهاية احنا بنتوافق كيف تدار الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة في كل الملفات سواء على مستوى الحقوق والحريات على مستوى الاحزاب السياسية وكيفية تفعيل دورها على ارض الواقع ازاي احنا بنشوف ندفع نظام الحكم انه يبقى في اطار بنبني كلنا الدولة المصرية طبعا ده ملف في منتهى الاهمية والخطورة لانه برضو حيبين للرأي العام ويمكن دي من اهم الحاجات اللي احنا دعينا لها خلال الفترة اللي فاتت انه تكون الجلسات معلنة عشان المواطن يشوف الناس دي بتفكر ازاي يشوف النائب ده بيفكر ازاي وبتكلم ازاي يشوف القوى السياسية الحزب السياسي الطيار ده بيتكلم ازاي انا في تقدير الشخصي ان المسألة هنا مش مسألة احنا حنقدر نقتنس ايه او حنقدر احنا كطيارات او احزاب او مجموعات المصلحة الشخصية فين الموضوع مش كده خالص يعني مظنش ان ده حيبقى له قبول سواء على المستوى الشعبي او كمان على المستوى العام لانه في النهاية احنا عايزين نبني الدولة المصرية عايزين ندفع العجلة القدام فبالتالي انت حتيجي ليك مطالب ليك احتياجات عليك التزامات احنا يهمنا في الاخر ان الجماعة توافق ويبقى قاعد على طاولة واحدة انا بشكر طبعا كل التيارات والاحزاب والقوى السياسية اللي رحبت بالاشتراك ويمكن انا قلت برضو في حديث سابق قبل كده قلت مهم جدا المواطن يبقى عارف مين اللي حاب يشارك ومين اللي دعي الى الحوار ورفض مين اللي امتنع مين اللي بيحاول ان هو يكسب مفيش حد النهاردة هيقدر يكسب مكسب شخصي لانه الجميع هيبقى على الهوى الجميع هيشوف حيتعرف هو بيقوله وبيتكلم ازاي وده قيمة الحوار وقيمة اعلان ان الجلسات تبقى اعلانية وقيمة كمان ان احنا نفتح ملفه في منتهى الاهمية هو مسألة الحقوق والحريات احنا عايزين الناس تبقى عارفة كواس جدا القوى السياسية بتفكر ازاي نحن اعزين نرجع نتكلم في نقطة دي بالتفصيل كمان لكن خلينا نروح لفاصل سريع وحنرجع نكمل معنا النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فاصل ونرجع نستجن حرقيا نحن رس handy команд مع حضراتكم ومعنا النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نكمل كلامنا عن الحوار الوطني ومتوقع نتكلم فيه في الايام القادمة أستاذ ديار أشوان كان عنده تصريح أنه مش هيكون فيه خطوط حمراء أبداً في الحوار الوطني وإحنا برضو عايزين نتكلم عن أن فيه حاجات كتير هتحصل متغيرة في الفترة القادمة خصوصاً في الأوضاع السياسية ومثلاً زي لجنة العفو الرئاسي والتغيرات اللي أحدثتها بالفعل في الشارع المصري وإزاي الموضوع ممكن يتطور بشكل مصري؟ طبعاً يعني الأستاذ ديار أشوان هو رئيس مجلس أمنية الحوار الوطني والمجموعة اللي شغالة دي مجموعة وطنية محايدة يعني مش محسوبة على طيار معين لأنه طبعاً التسعة عشر شخصية اللي موجودين في مجلس أمنية الحوار الوطني بيعبروا عن كل الطيارات بمختلف الأيديولوجيات والاتجاهات فبالتالي الحياة دي موجودة فبالتالي التعامل بأريحية التعامل بكل حرية التعامل من غير خطوط حمرة ده بيدي الانطباع والاطمئنان لدى المشاهد ولدى كمان المتحدث جوه الجلسات أنه أهلاً وسهلاً الدنيا تمامًا ما عندناش مشكلة خالص يعني مرحب بأي أفكار ونسمع ونتوافق عشان نقدر ننفذ لجنة العفو الرئاسي في الحقيقة يعني أنا عايز أقول لحضرتك إيه؟ إنه شيء يسعدنا دولة منفتحة ما هيش منغلقة في ناس كتيرة جداً خرجت في لجنة العفو الرئاسي وتم دمجوهم في المجتمع من غير أي مشاكل خالص حنسمع الأراء دي إن شاء الله النهاردة وحنسمحها كمان على طاولة الحوار الوطني ده بيدي لك انطباع بمصدقية الدولة إن أهلاً وسهلاً بيك أنت تعالى تتطفق معايا أو تختلف ما فيش أي مانع خالص لكن هدم الدولة الإضرار بالأمنها وبشعبها هو دي الخطوط الحمرة الوحيدة اللي ممكن نتكلم عنها فيما عادة ذلك تتطفق أو تختلف تؤيد أو تعارض ما فيش أي مشكلة خالص في لجنة العفو الرئاسي في الحقيقة وفيها زملاء أعزاء يعني بنعتز بوجودهم يعني اشتغلت بشكل مرهق بالنسبة لهم لكن في نهاية المنتج الناس اللي خرجت حنسمع ده يعني أنا مش عايز بس إحنا نستبق الأحداث خلية نسمع الناس نفسها اللي خرجت في لجنة العفو الرئاسي من خلال لجنة العفو الرئاسي انطبعاتهم إيه؟ إزاي تم دمجوهم في المجتمع إزاي إن هم أصبحوا فاعلين في المجتمع وده حيدل الانطباع برضو بإنه يعني الناس تراجع نفسها كويس جدا مواقفك السياسية أو الشخصية ما فيش فيها أي مشكلة غير إنك تحاول إنك تسيء لمصر أو شعبها فده مهم إن ده هيدخلنا برضو في منحة مهم جدا في مسألة الحقوق والحريات ومسألة إن إحنا إزاي بنشوف يعني حجم التحديات اللي مصر بتواجهها على هذا المستوى تحديدا لأنه مهم إن إحنا نقول إن المعركة لازالت قائمة التحديات كمان الدولية المشاكل الصراعات العالمية بتفرد ظلالها على مصر في دول لازالت بطارة في مصر تهديد مباشر لمصالحها داخل المنطقة أو حتى كمان في الدول المحيطة بينا سواء الشقيقة أو الصديقة حتى كمان في محاولة استثمار نحن لحقوقنا التاريخية أو صرواتنا الطبيعية فبالتالي هي معركة مستمرة الحوار أحد أهم الاحتياجات اللي إحنا محتاجينها عشان نرجع نضم المجتمع تاني إلى حضن الدولة فالناس تبقى شايفة بشكل أكثر شفافية اللي ممكن يحصل سواء دلوقتي أو على المستوى القريب أو كمان المستوى البلد عندنا تحديات خارجية كثيرة جدا بنتكلم أن كل يوم تقريبا فيه مشكلة جديدة على حدود مصر يعني كل يوم الدولة المصرية بتعمل أقصى جهد عندها عشان يعني ما يبقاش المشاكل دي ما تتصدرش للشأن الداخلي وفي نفس الوقت فيه أزمة اقتصادية عالمية العالم كله بيواجهها وإحنا لسنا بمنأة عن ما يحدث في العالم كيف يمكن الحوار الوطني أنه يساهم يمكن في حل خليني أقول الأزمة أو قدرة الدولة على موجهة الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها وللعالم كله بيمر بيها طب توافق الرؤى مهم علشان توحد الجابهة الداخلية لأن الدولة لما تتحرك في ملف مثلا يهدد أمنها القومي سواء على حدودنا مع دول طبعا أشقائنا في أي دولة من الدول المحيطة بينا مهم جدا أن تكون الجابهة الداخلية فهمة المواقف المصرية اللي بتاخدها مصر إزاي لأنه أي خلل في هذه الجابهة بيؤثر على صناعة القرار في مسألة الجزء الاقتصادي طبعا ده التحدي الأكبر لأن الصراعات كلها اللي احنا بتشوفها على المستوى العالمي هي صراعات في أساسها في مسألة محور السيطرة سواء السيطرة على مقدرات الشعوب أو كمان السيطرة على الاقتصاديات العالمية فبتلاقي الحروب بتنشب لأن في دول عايزة تسيطر على الاقتصاد فبيأثر على الاقتصاد العالمي اللي أنت بطبيعة الحال زي ما اكتفضلت وقلت أنت مش بعيد عنه فبالتالي كمان أن يبقى عندك حوار مجتمعي عشان خاطر تغذي أراء الخبراء إزاي نحن نتحرك في هذا الملف نقلل من الأثار السلبية نعظم من الإيجابيات إزاي نحن نخلق فرص عمل إزاي نحن نخلق استثمارات إزاي نحن نفتح مصانع إزاي نحن نفتح مشاريع إزاي أنك تستفيد من القوة والطاقة البشرية الهائلة اللي موجودة في مصر متمثلة يمكن في 60% من المجتمع شباب إزاي أنك تداري تستفيد به في صناعة مستقبل أفضل يعني الكلام ده كله محتاج للحوار أنا قلت في بداية حديثي أن القيمة الأساسية في مسألة الحوار الوطني أن الناس تتكلم مع بعضها عند حضرتك فكرة وعندي فكرة الفكرة قد تكون منقوصة أو مجزوئة لما نيجي نتكلم مع بعض حتى تتكامل الفكرة معنا دولة عايزة تنفذ ده ما نيجي نتكلم على فتح مشاريع يبقى عندنا الرؤية وعندنا قليلة التنفيذ عايزين نفتح مناطق استثمارية عايزين نفتح مناطق صناعية عايزين يبقى عندنا إنتاج قومي قوي ده مش هيجي إلا من خلال الحوار اللي هو في الآخر حيتحول إلى توصيات تتحول إلى تنفيذ وبقاليات محددة ومعروفة فهي المواضيع كلها دخلة في بعضها ما تقدرش تفصلي أي ملف من الملفات يعني السياسي ينعكس على الاقتصادي والاجتماعي بناء الهوية المصرية وده موضوع في منطقة الخطورة لأن حالة التجريف اللي مرت بها مصر خلال العشر سنين محتاجة نكترجعي الناس تاني لحضن الدولة محتاجة أن نبرة اليأس والإحباط اللي بيحاولوا يصدروها كل شوية محتاجة تواجهيها هتواجهيها إزاي؟ هتواجهيها لما المجتمع يبقى عارف أن كل صناع القرار كل من يشارك في اتخاذ قرار توافق على رؤية معينة عشان نبني البلد يعني إحنا مش هنقول برضو أن الصورة وردية قوي بنسبة 100% لكن إحنا بدأنا خط الخط ده بدأ من 30 يونيو مستمرين في تحديات اللي إحنا وجهناها المشاكل أو بيقى اللي إحنا وجهناها مع زينا زي العالم يمكن قد تكون أخرت أو أجلت شوية لكن أنا هاخد كلمة من الألى سيد الرئيس يعني طول ما هذا المجتمع مترابط إحنا عمرنا لا نقلق ولا نخاف حراك ليس كنت بتقول أنا عندي قضية وحضرتك عندك قضية ترتيب الأولويات في الجلسات النقاشية حيكون معمول إزاي على الأساسي طيب هو طبعا أنا قلت لحضراتكم أن فيه موضوع ملفات مهمة مفتوحة يمكن تقترب 113 ملف حيتم العمل بيهم بشكل متوازي يعني الملفات كلها مفتوحة جنب بعض لأنه برضو أنت ما عندكيش رفاهية الوقت مهم جدا أنه إحنا يكون فيه يعني العجلة تشتغل بسرعة عشان يبقى فيه توصيلات نقدر ننفيذها لأنه برضو التنفيذ مش هيبقى في يوم وليلة أنت محتاجة برضو موارد محتاجة قرارات تكون سريعة محتاجة تشريعات ممكن تحتاجيها فمحتاجة وقت عشان تندرس ويتم تفعيلها بشكل كبير فبالتالي أنا يعني من وجهة نظري أن زي ما أعلنوا طبعا مجلس أماني الحوار الوطني أن الجلسات هتبقى بشكل متوازي يبقى أنت هتفتح التلات محاور مع بعض ومفيش ما يمنع برضو لأن المتخصصين في كل مجال يقدروا يشتغلوا في أي وقت دا يديكي سرعة أفضل دا يديكي انتاجية أعلى زي ما حكي قلت كده إحنا ممكن نختلف أهم حاجة أن إحنا نوضع عشان نتفع دايما بنتكلم أنه إحنا بنخطو خطة جديدة كل يوم نحو الجمهورية الجديدة إزاي الحوار الوطني أو ليه الحوار الوطني خلينا نقول نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة الحوار الوطني بيستكمل التوجه نحو الجمهورية الجديدة لأنه في الهيب إحنا انطلاقنا والجمهورية الجديدة بتتبني إحنا بنشوف مشاريع بنشوف استثمار في البنية التحتية بنشوف مشاريع قومية بنشوف مدن جديدة بنشوف محاور بتنفتح يعني بشكل متولفة بالتالي الحوار يكمل الصورة زي ما قلت لحضراتكو مسألة أن الجميع يتفق دا المهم تقدري بقى أنت تمشي بسرعة أكبر يعني لما كنا مثلا بنتحرك وفيه اختلافات في وجهات النظر فبنشوف النتائج اللي احنا بنشوفها دلوقتي طب لما نتفق ويبقى فيه توافق أكيد دا حينعكس سواء هينعكس على بناء الجمهورية الجديدة سواء هينعكس كمان على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يشوف برضو مسألة مرتبات يشوف مثلا الملفات المتعلقة به البنية التحتية واحتياجات المواطنين يعني هو دا المهم فمسألة أن الحوار بدأ النهاردة احنا طبعا عندنا مسافة كبيرة وعندنا مساحة لسه فيه النقاش والحوار نقدر من خلاله بقى زي ما هيكت فاضلتي وقلتي ان احنا نستكمل بناء الجمهورية الجديدة لكن احنا بدأنا الجمهورية بدأت بقالها فترة يعني طيب مشاركة فئات معينة في الحوار الوطني كانت يعني كل الناس حريصة على تواجدهم المرأة الشباب ممثلين موجودين كجزء من المجتمع مش كبشكل فئوي يعني ده وجودهم في الحوار الوطني ممكن يسري الموضوع ازاي يعني كل بقى من يعبر عن جيل وطيار واتجاهاته وطبقات المجتمع يعني احنا قلنا فيه ملفين مهمين جدا في المحور الاجتماعي متعلق بالأسرة ومتعلق بالشباب احنا شفنا قضايا على الساحة المصرية خلال الفترة اللي فاتت تم فتحها فيما يتعلق بناء الأسرة المصرية وازاي احنا نتخطى اشكاليات بتواجه الأسر المصرية ده برضو حيكون موجود على طاولة النقاش ازاي ما قلت ان الشباب ده قطاع كبير جدا عايزين نتكلم ازاي نقدر نوفره فرص عمل ازاي نحن نفتح له مناخ انه هو يشتغل ازاي نحن نقلل النسب البطالة ازاي نحن تقدر تستثمري في ده في العقول المصرية انك ما تخليهاش مهاجرة بشكل مستمر احنا حنقش الاستثمار على اكتر من مستوى في البشر والاستثمار بشكل يعني المعروف اللي احنا بنسبلنا بالزبط وده مهم جدا برضو فبالتالي هما موجودين في كل المحاور كل يعني اطياف المجتمع المرأة الشباب المتخصصين السياسيين يعني اهل الاختصاص والاجتماع اهل الاقتصاد الجميع موجود اثراء بقى النقاش ده اللي حيبينه الجلسات ازا كان الجميع بيتحدث بمفهوم اوسع ولا الكل بيدور على مسألة انا هقدر يعني اطلع من الحوار الوطني بايه قيمة الحوار يفتح لك مجال انك تطلع من بقرة الاحباط واليأس اللي احنا بنشوفها وبنسمحها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او بنشوفها كمان في مسألة ارتفاع نسب البطالة لا الحوار يفتح مجال لتوفير فرص عمل من خلال طبعا المحور الاقتصادي وازاي ان احنا نفتح استثمارات ويبقى عندنا اقتصاد قوي نقدر من خلاله نوفر منه فرص عمل انشغال الشباب بالعمل هيقضي بشكل كبير جدا على توجيهه بشكل خاطئ من خلال طبعا الاخبار المتسوسة او الشائعات او محاولات دايما ضرب القيم الاجتماعية والقيم الاخلاقية في نفوس الشباب المرأة عنصر فاعل لانه المرأة في الحقيقة يعني على التاريخ المصري لها دور فاعل جدا في بناء الدولة المصرية فبالتالي كمان ان احنا نفتح هذا المجال والنقاش ان احنا نشوف مشاكل المرأة نشوف احتياجاتها من خلال الاسرة المصرية نحاول نحل المشاكل نقرب وجهات النظر اعتقد ان دول برضو محورين في منتهى الاهمية والخطور يجي من خلالهم برضو بناء الاسرة المصرية لو قدرت تبني شاب قوي طموح عنده قدرة ان هو يشتغل ويكون فاعل في المجتمع لما تقدر يتوفر لي المرأة المصرية احتياجاتها وتفتح لها مناخ ان هي تبقى برضو عايشة بشكل افضل كثيرا من ما هي عليه اعتقد ان ده يساعدك على بناء الاسرة المصرية في الحقيقة انا بشكر برضو مجلس امنا الحوار الوطني انما قدروا من خلال المحور الاجتماعي يعملوا صورة متكملة ازاي نقدر نبني الدولة المصرية اللي ينعكس برضو فيها على المنح الاقتصادي والسياسي يعني في الحقيقة هو المحاور دسمة وكلها قريبة من بعض او بتصدق في بعض شكل او باخر متربطة وده برضو مجهود يشكروا عليه طبعا في مجلس امنا الحوار الوطني وكل المشاركين في الحوار الوطني هيتبقى التحدي بقى الاهم يعني احنا عايزين نسمع الناس عايزين نشوف الناس دي بتفكر ازاي احنا بتقول الناس دي لان احنا بنده رسالة للمواطن احنا مشاركين في الحوار شخصي او بتنسقية شاب الاحزاب والسياسيين او كمان كبر لمانين موجودين احنا محتاجين الناس تشوف الناس دي بتتكلم ازاي بيفكروا ازاي ايه افكارهم هل احنا عندنا افكار غير واقعية ولا بنحاول نربط الواقع بتاعنا بافكارنا عشان نمشي بخطوات متوازية وخطوات مستمرة مع بعضها لانه ممكن تبقى عندك فكرة غير قابلة للتطبيق بالضبط وتبدال انت عايشة في بوطاقة هذه الفكرة ومتحدية الدولة بتقول الدولة مش عايزة تطبق في حين ان الفكرة نفسها غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع دلوقتي فمهم جدا ان الرسالة اللي احنا هنشوفها في الحوار الوطني اللي هتنعكس على المواطن عشان يحس بقيمته يعني الناس بدأت تكلمنا دلوقتي هتعملوا لنا ايه يعني بتفكروا ازاي بتتكلموا ازاي دور الاعلام هنا مهم عشان المواطن يتابع احنا مش عايزين برضو المواطن في الاخر يجي في اخر الحوار ومستني بس يعرف ان عملته ايه من غير ما يبقى شايف الخطوات الاليات الحديث النقاش يعني تكسيف الرسالة الاعلامية ده مهم بالمناسبة يعني قد يرتقل بعض من المتحدثين يقولك مش عايزين حد يعرف يعني خلينا كده لغاية ما ايه ما نخلص والناس لها النتائج وخلاص لا انا بقول المرات يعتقد الوضع مختلف تماما احنا عايزين كل الناس تعرف ومنقولة على الهوام بشرة لان مشاركة المواطن هنا اهم حاجة تعرف وتشارك يعرف ويشارك انا قلت الحديث في بداية الحديثة برضو انه المجلس امناء الحوار الوطني استقبل افكار الناس والمشروعات والمواضيع والملفات اللي الناس مهمة بالنسبة لها انها تنفتح فيه الحوار الوطني تواصل المواطن في هذا الحدث تحديدا مهمة جدا عشان يعرف المخرجات اللي هتطلع من الحوار دي خرجت ازاي مين اللي شارك فيها ازاي قلية التنفيذ وازاي كمان يرائب معانا كنواب عن الشعب يرائب الحكومة هتنفذ ده ازاي اكيد اكيد يعني احنا سعداء جدا بوجود حضرتك النائب عمر درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كنا بنتكلم عن انطلاق الحوار الوطني اللي حينطلق النهاردة بمشاركة مختلف القوى السياسية اللي موجودة ومختلف قات المجتمع ان شاء الله نصل لحاجات احنا مستنينها ومستنين نتباحها ونشارك فيها بأمر الله شكرا جزيلا لوجود حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهاردة نشوف حضرتكم بكرة في نفس المعايد ان شاء الله نصبح على حضرتكم صباح الخير يومس